حركة دائرية ثلاثة حركة أو يعني منحنة أربعة حركة التأرجح الحركة المستقيمة أن الجسم يصير في خط مستقيم دون لف أو دوران يعني سيارة تصير في خط مستقيم يعني كأنه تقول خط سفر خط سفر خط مستقيم الثانيين حركة دائرية يعني يعتبر هذا الدوار وهذا الشارع وهذا الشارع وهذا الشارع وهذا الشارع السيارة تأتي من هنا بعدين سيارت في دور بعدين مثلا يريد منطقة هذه أو يريد منطقة هذه أو يريد منطقة هذه هذا يعتبر حركة دوارانية حول دوار أما الحركة الثالثة اللي هي المنحنة فهو اللفة اللي يجيك زي كذا طوالي بعدين زي كذا هذا هي حركة منحنة كان ماشي مستقيم بعدين حصل له نص لفة يعني زي هذا إذا قلنا هذا يجي من هنا سيأخذ له منحنة سيروح كذا إذا هذا منحنة نصدق إما إذا كملها سيصير له نصدق لكن لفة الدوارانية زي كذا هذا دواران كامل أما الحركة الرابعة هي حركة التأرجح هي زي مرجحة عندك شخص هنا هذه الحركة التأرجح أنه تره قدام وترجع وراء تره قدام وترجع وراء